احتفلت محافظة الأقصر أمس بمشروع تطوير ميدان الملك عبدالله ابن عبدالعزيز آل سعود ميدان التجارة سابقا حيث قام أحمد القطان سفير السعودية بالقاهرة واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بوضع حجر الأساسي لمشروع تطوير الميدان وعرض المحافظ على السفير السعودي النموذج النهائي لشكل الميدان والذي تم تصميمه على شكل يجمع بين الحضارة العربية الإسلامية والفرعونية